ايه احسن موبايل حاليا في حدود تمن تلاف جنيه? معي عشرة تلاف جنيه ايه احسن موبايل اجيبه بالسعر ده? ايه رأيك في اتمنى ترد علي بسرعة لاني لازم اجيب فون قريب جدا. تنصحني اشتري او الريلمي اليفن برو بلس. دول مجرد سؤالين من مجموعة اسئلة هجاوبوا معاك خلال الفيديو ده ان شاء الله. قبل ما اقول لك ايه حاجة اكيد ما تساش لايكك سبسكرايبك وفعل الجراشين وصلك من دايم كل جديد. انا الفترة اللي فاتت طبعا السطب والانشغال والكلام ده ففي بعض الكومنت معرفتش ارد عليها. انا حاليا بنزل فيديوهين اسئلة خلال الاسبوع عشان اقدر اغطي عدد الكومنتات بس عدد الكومنت بيكون محتاج فيديوهات اكتر من كده. فانا هحاول الفترة الجاية ان انا اجاوب على كل الفيديوهات وهحاول اوفر وقت ان انا صور فيديوهات اكتر للاسئلة. هحاول اكيد ان شاء الله فاكيد ما تساش لايك لك سبسكرايبك وفعل الجراشين وصلك من دايم كل جديد. وطبعا اكيد لو عندك ايه سؤال ده حكي الفيديو في كومنت واسيف سؤالك. وكالعادة حلالك وشوف تفاصيل الفيديو ونبدأ مع اول سؤال. اهلا وسهلا بكم انا محمد وديكارات امكريفيوز واول سؤال معنا بيقول ايه رأيك في سامسونج اس ناين ومعي وبفكر اذا يروه هل فيه يقدر يكمل ولا لا. انا رأي ان ان اس ناين من اكتر موبايلات سامسونج اللي انا حبيتها فوقت انزولها. الموبايل ده موبايل مش هنسى تماما وخصوصا مع فتحة العدسة المتغيرة. طفر عمتا في عالم الكاميرات في الموبايلات فالموبايل ده ليه كده معزة خاصة في قلبي. هني تغيره ولا لا رأيي لو الموبايل شغال معك كفاءة وما فوش اي مشاكل سيبه. الموبايل يقدر يكمل عادي بدون اي مشاكل لان ده موبايل فلاكشب قديم. والموبايلات الفلاكشب وعمرها طويلة تقدر تكمل بدون اي مشاكل. اما لو عايز تغيره فرأي انك تغيره بموبايل فامو طوست عالية زي الاي تلاتة وسبعين مسلا او موبايل فلاكشب قديم من سامسونج او موبايل فلاكشب جديد اجيد من سامسونج. لان انت تعودت عن موبايلات الفلاكشب عامتا من شركة سامسونج. فلازم تخب بالك من النقطة دي. ايه احسن موبايل حاليا في حدود تمان تلاف جنيه? هو موبايل واحد اللي موجود حاليا في السوق المصري ريلمي تن. صفقة اعتبر ممتازة. واعتبر اكتر موبايل ملوش منافس في فائد تمان تلاف جنيه. لو حد يقول الاربعة وعشرين فقولك ان اربعة وعشرين موجود فائد سبعة مش فائد تمانية. الى جانب ريلمي ناين برو كنت عملت عنه فيديو وقلت انه موجود حاليا وفي حد بيقدر يوفره فلو انت عايز تخاطر وتشتري موبايل بضمان دولي وبتحب المخاطرة? ريلمي ناين برو هيدي لك صفقة مش هتلاقيها تاني عامة ومش موجودة اصلا. اما لو انت بتحب الحاجة المضلونة فريلمتين قدامك بضمان محلية وعادة بدون اي مشاكل تقدر تشتري. تنصحنا جيب بالريلمي جي تي تو برو ولا في حاجة احسن بنفس الساعة? لأنا رأي ان الموبايل ده يعتبر صفقة ممتازة من ريلمي ويعتبر موبايل قوي جدا ومن اقوى موبايلات ريلمي اللي انا جربتها وعجبيتني جدا بخصوصا المعالج القوي اللي موجود في الموبايل ده ان بيدي لك اداء العاب ممتاز. معايا عشرة تلاب جنيه ايه احسن موبايل اجيبه بالسعر ده وايه رأيك في اتمنى ترد علي بسرعة لاني لازم اجيب فون قريب جدا. انا رايب العشرة تلاب جنيه صدقني مفيش احسن من سامسونج ايه اربعة وتلاتين. موبايل ممتاز. ولو مش عاجبك هات ريلمي ناين برو بلاس ضمان دولي موجود حاليا على امازون بتسعة تلاف وتمنمين جنيه صدقة ممتازة. اما بالنسبة لل اوبو رينو ايتي فهو موبايل كويس ولكن من وجود نظري ما بيقدمش قيم قوية زي الاربعة وتلاتين او زي الريلمي ناين برو بلاس. تنصحني اشتري او الريلمي اليفين برو بلاس. لو انت عايز تدفع وما عندكش اي مشكلة وتاخد موبايل قريب للتكامل قوي. وكاميرات ممتازة ورهيبة وشاشة ممتازة وفليكر قليل في الشاشة بقى. فرأي ان الاولر ناينتي موبايل فعلا قوي وممتاز. اما لو انت عايز موبايل متوفر عادي مش هتتتعب على متل اي والكلام ده. وكمان بيقدم تجربة كويسة وارخص ويعتبر كويس جدا وتصميم اشيك وبتاع فرائي الريلمي نيفين برو بلاس. لو قدامي سامسونج اربعة وخمسية واوي نوفا ناين واوي نوفا تن اس اي اجيب انا فيهم والفرق السعر بين اي اربعة وتلاتين واربعة وخمسين يستاهل ولا لا ارجو الرد. بص انا رايي انك تجيب السامسونج اربعة وخمسين. ولو عايز الموبايل انا رايي صفقة افضل دلوقتي هو الاربعة وتلاتين. سعره ممتاز اكتر كمان من الاربعة وخمسين وبيقدم معالج اقوى في اداء الالعاب. بل رايي بداش واوي عمتا عشان خدمات جوجل اللي مش موجودة وهتتعب شوية على ما تقدر تزبطها على الموبايل بتاعك. هالريد مي نوت ويلف تيربو يستحق الشراء ده يستحق جدا بس لو تعرف تجيبه. الموبايل الاسهب مش موجود في السوق المصري. حبيبي دائما وفق ان امتبعك وانت فعلا شخص مبترم اينفون سرتين العادي ولا اس توينتي تو الترا. حبيبي طبعا ربنا يخليك على دماغي من فوق يا كبير. رايي بصراحة ومن وجهة نظري الاس توينتي تو الترا بيقدم توليفة كاملة اكتر وبطارية افضل من وجهة نظري من الايفون سرتين العادي. بس لو انت بتدور على تصوير الفيديو مش هتلاقي افضل من الايفون عامتا سواء كان السرتين او سرتين برو او سرتين برو ماكس. كل الايفونات بتقدم احسن تجربة تصوير. واحسن تجربة سوشيال ميديا عامتا. ليه بطلت تنصح بريجمي نوت اليفين اس? لان اولا سعر الموبايل جيلا جدا وصل لعشر ثلاث جنيه وده سعر مش مقبول تماما. ثانيا مشاكل شاومي المتكررة والحاجات اللي انا بسمعها اول باول من الناس اللي انا بسأله وبتابع دايما معهم موبايلات شاومي بيشتكلي منها. فعشان كده قررت ان ما رشحش موبايلات من شاومي تاني. او بقولش ان دي افضل موبايلات عشان ما حدش يجي معاه الوقت يقول لي الموبايل بيعمل معي حاجات وكلام من ده ويتيني اني بطبن لحد. السلام عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معايا سامس بي اربع وعشرين بيسكن في الاستعمال والشغل. ايه الحل? لأ انا جربته بصراحة ما كانش فيه سخونية ولا حاجة. فممكن تكون النسخة اللي معاك انت اللي فيها مشكلة. حاول ترجع الماكين اللي انت اشتريت منه لان اغلب نسخ الاربع وعشرين. انا بصراحة اوجيتش فاق مشاكل ولا سخونية ولا كلام من ده. الموبايل بيدفع مش بيسكن. شو رأيك في رينمي احتاجه في تصوير وشاشة او يوجد موبايل ممتاز. النسبة لتصوير وشاشة وكده خطير ما فيش زيه. ويعتبر النسخة تبك الاصل من مع سعر ارخص حوالي تلاتة اربعة تلاف جنيه. بس لو بنتكلم على تصوير فيديو فقول لك لا روحة الايفون بقى لو قلت عايز تصوير فيديو اي ايفون ممكن يديلك تصوير فيديو افضل من اي موبايل اندروين. هاتف يعيش عشرين سنة سلامات. لو موجود كانت الشركات افلت وقسرت ولا احد غير اهاتف. اكيد طبعا ما فيش هاتف بيعيش عشرين سنة وفيش اصلا موبايل ممكن يقعد اكتر من خمس سنين اخر وخمس سنين من كتير وبتبدأ مشاكله تكتر. وخصوصا كمان بعد ثلاث سنين هتلاقي كمان البطارية ضعفت. ده كان عنوان فيديو حد كان كتيب لي ان الموبايلات زمان كانت بتعيش عشرين سنة فانا قلت برد عليه. رشع لي تليفون للالعاب بسعر من خمسة لستة ما بحب السامسونج ولا شاومي. فانت جمت الخلاصة وكبت الخلاصة اوي بقى اكيد هنا ما فيش غير انفينيكس واتوينتي اس رائي موبايل ممتاز ولو عاسف فقت خمسة يبقى انفينيكس ايه رايك في السامسونج جهاز توينتي وان الترا استعمال خفيف لقيته بخمستاشر الف جنيه استداب درجون تلات تمانية هاتو. تجيب وش? موبايل ده قوي جدا من سامسونج ايه رايي حضرتك في انفينيكس او في انفينيكس بشكل عام وشكرا لحضرتك. رايي ان الموبايل قوي جدا للالعاب ورأي في شركة انفينيكس انها شركة نكحة جدا في تقديم معالجات قوية جدا للالعاب. نقصهم بس يقدموا تجربة كاميرات كويسة صالحة للاستخدام ويقدروا ينفسوا اعتى الشركات في كل الفئات السعرية بدون اي مشاكل. وكالعادة انتظرين الفيديو جديد. السلام.